اطلع الأستاذ علي الكثير رئيس الجمعية الوطنية على جملة المشاريع الجاري تنفيذها لتأهيل وترميم المباني الأثرية والتاريخية في عدد من مديريات العاصمة عتنة جاء ذلك خلال لقائه مدير الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالمة التاريخية بالعاصمة عدنة المهندس ناصر عبد الرزاق حيث استمع منه إلى شرح عن بها ملهية وسر عملها في تنفيذ ومراقبة جودة البشر على الجاري تنفيذها لتأهيل المباني التاريخية القديمة والحفاظ على طبيعة العمرانية الأثرية الفريدة والتواصل مع السلطة المحلية وجهة ذات الاختصاص لإزالة الاستحداثات العشوائية التي طالتها واشاد رئيس الجمعية الوطنية باهتمام الهيئة وحرصها الشديد للحفاظ على المدن والمعالمة التاريخية بالعاصمة عدنة مجددا على أهمية الحفاظ على الموروث العمرانية التي تتمتع به العاصمة عدن وعدم طمس هويتها التاريخية ومعالمها الأثرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر